ترجمة نانسي قنقر يوم الجمعات ويوم عرفة فنحن الآن وصل الجمعة والمجاج تقريباً يمثلون من عرفات وتلك نفحة من نفحات الله وبركات من براكات الدهر التي تفرح بها المقلوب المؤمنا وتسعد لها النفوس الصالحة لما لها المزايا على سائل الأيام وسوف نتعرف في حليف اليوم عن بعض هذه المزايا حتى ننفوذ بالاهتنامها ونسعد لما فيها من سنة وأجل أشاء الله إخواني وأخواتي أما أول مزايا اجتماع الجمعات ويوم عرفة فهو اجتماع اليومين الذين هما أخضر الأيام عند الله سبحانه وتعالى فيوم الجمعة فيوم الجمعة أخضر أيام الأسبوع ويوم عرفة أخضر أيام العام فنحن الآن في فضل في فضل في أفضل يوم في الأسبوع في أفضل يوم في العام ثانيا ثانيا أن يوم الجمعات فيه ساعة محققة في الإجابة كما جاء الحليث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخضر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر وأهل الموقف في عرفة في هذا الوقت الذات واقفون للتعاية والتضرر وقد وعلهم الله تعالى بالإجابة ففي موضنين من مواطن الإجابة المسلمون واجتمعون الثالث أن في يوم الجمعات اجتماع الخلائق لإستماع الخطبة وصلاة الجمعة ويوفق ذلك اجتماع أهل عرفة بعرفة فاتفقت لقومة في هذا اليوم منزلان من مناسل الإجابة اتققت الأمة في هذا اليوم العظيم منزلان من مناسل إجابة الدعاء ومنطنان من مواطن قرب من الرب العظيم وقرب الرب وجنوه من عباده فيقصر من اجتماع المسلمين في مساجدهم وأوقفهم بعرفة من الدعاء والتضبع والقبول ما لا يحصن في يوم سواه الرابع أن يوم الجمعة يوم عيد مصرعي لهذه قومة المحملية ويوم عرفة يوم عيد سانوي لهم أيضا للحجاج والمقيمين وفي عيد الجمعة روى ابن ماجدة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين يعني الجمعة إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل تهيوى للجمعة كما يتهيأ الناس من العيد وإن كان طيب فليمس منهم تتعطب بنوع من العقل وعليكم بالسوان وفي عيد عرفة أخرج أولاون عن عوبة المعامل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم النحر ويوم الغد يوم عرفة ويوم النحر وهي أيام العيد عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريك بعد عيدنا أهل الإسلام فاشترع في هذا اليوم لأهل الإسلام عيدان عيد الأسبوع وعيد الحجيج لعرفات عيد عرفة عيد الزمع وعيد عرفة الخامس أنهما إذا اجتمع كما اجتمع اليوم اجتمع بهم الشاهد والمشهود المثموران في قوله تعالى وشاهد ومشهود في صورة البروج وقد فسر الشاهد وقد فسر الشاهد الذي أقصر الله تعالى به في كتابه بيوم الجمعة والمشهود بيوم عرفة الشاهد الشاهد على الناس هو يوم الجمعة والمشهود هو يوم عرفة وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما يرواه التورالين من حديث المالك الأشعالية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم الموعود يوم القيامة وشاهد ومشهود اليوم الموعود يوم القيامة والشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة ويوم الجمعة ذخراه الله لنا يعني ذخراه الله لنا أهل الإسلام فالحمد لله تعالى على عطيته وعلى نعمه التي لا تعد ولا تفسر الثالث موافقته اليوم وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم في حجات الولاع وهذا شرف لمن عاش ذلك اليوم ما لع له شرف وشرف لمن حج العام هنيئا له ما لع له شرف إذ وافق حجة النبي مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وذلك عيد آخر أكمل الله تعالى فيه دينه لرباده المؤمنين وأدم نعمته عليهم كما ثبت في الصحيحين عن طالقه من شهاد رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من اليهود إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا أمير الأؤمنين آية تقرؤونها في كتابكم عندكم آية معشرها للإسلام تقرؤونها في قرآن لو علينا معشر اليهود نزلت ونعلم ذلك اليوم الذي نزلت فيه لاتخذناه عيدا عندكم آية القرآن تقرؤونها لو نزلت علينا نحن معشر اليهود وعرفنا اليوم الذي نزلت فيه لجعلنا هذا اليوم من جملة أعيادنا عيدا من أعيادنا فقال عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وإنه آية ما هي هذه الآلة فقال اليوم أتمنت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه آية بشارات فقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه في جواب اليهود إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة يعني نزلت عيد في عيد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يوم جمعة ونحن واقفون معهم بعرفة وبآل الوجود وغيرها مما لم نذكره فطلت وقفة الجمعة على غيرها من الزمان أيها الإخوة والأخوات إنما أحببت بذلك أن نوقف نفسي وأن ننبيعكم إلى أن يومكم هذا كما طرموا كريم مبارك ليس كسرير الأيام حافل بالإباد والخيرات جم المنح والبركات ينبو رب تبارك وتعالى فيهم من آل الموكث بعرفة وبالآل الجمعة في مساجدهم ثم يباهي بهم الملائكة ويتحصلوا مع نهوم المولى سبحانه وتعالى منهم ساحة الإجابة التي لا يمرن فيها سائلا يسأل بخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن نقير لهذه الأمة خطة رجد تخرجهم مما فيها اللهم أبينا رب العالمين ونسألهم مرافقة نبيه محمد في الجنة اللهم إن نسألك مرافقة نبيك محمد في الجنة اللهم إن نسألك جنة وما قرم إليها من قبل وعمل ونعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل وقبل يقربنا إلى النار اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبالتك اللهم آت نفوسنا تقوى وزكيها أنت خدم ونزكاها أنت وليه ومولاها اللهم محول الحول والأحوال حول حالنا وحال أمة محمد إلى أحسن حال اللهم آمين رب العالمين اللهم آمين اللهم آمين رضم تلسل الطاكات تلسل الرحمة للعباد فإذا سأل العبد وقفت قرب الرحمة وقرب الرحمة ساعات إجابة فاليوم من أيام ساعات إجابة اليوم من أيام إجابة أنت الآن هنا في الجمعة والناس في عرفات يلقون ويقلون فلا تخفل عن الطلاعة والدعاء وأن قلوبها على الإيمان استشعرت هذه الأمور لازدادت قوة إلى قوتها وفرحاً وسطوراً وانتهاجاً ورجاء من خلق ربها وجرمه وأخبلت بكل قوة على مائلة التضرع والإبادة وبالبركاته هذا اليوم العظيم أيها الإخوة والأخوات أن من فاته نقوف بعرفة عن مجاجي هذا العام فقد شرع الله له صيام ذلك اليوم وأخبرنا على لزاني نبيه أن صيامه يكفر قلوب سنتين السنة التي قبله والسنة التي بعده ولطف التكفير كما قال بعض الملماء عام يشمل الصوائر والكبائر وفضل الله تعالى واسعنا يحجر فيرجى أن يغفر الله تعالى لصريمه ومعرفة ذنوبه صغيرها والكبيرها الله أخبرنا ذنبنا كله دكاً وجلداً وأولاً وأخراً وعلانيته وسره من فضلك وكرمك ورحمتك أبحانه ورحمين أرض العالمين كما أخبرنا الله تعالى على لزاني نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعظمة أجل من جلس ممن لم يصر أو صابه عظم أجل من جلس يغفر الله تعالى في هذا اليوم ووافق أهل عرفته في التهليد والتكفير والتحمير واعلموا أيها الناس أن يوم العيد هو الآخر أعظم أجل وأعظم الأيام أجل يليه في الفضل اليوم نبي بعده ويوم العيد وأيام التشريف كما سبق من أرجل أيام قبولاً من الله تعالى ومن أعظم فرص العمل ولكن جاء في فضل إحياء يأتيه ليالي الصلاة والذكر الحديث الذي يفرعه المعساكرة وحسنه السلطين عن معاذ بجبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا ليالي الأربع وجبت له الجنة ليلة التروية وهي ليلة الأمس ليلة قبل الأمس وليلة عرفة وهي ليلة الأمس وليلة النح ليلة الأضحى وهي الليلة إن شاء الله وليلة الفطر وفي إجابة الدعاء فيها قال الشفعي في الأمر وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في خمس ليالي في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من هنا في رجل وليلة النص من شعبان فترموا لله في هذا اليوم وما بعده وتضرموا لله بالدعاء وعلموا عليه الهم والحاجات وتقلوا أنه لن يخيلكم ما لنت تتوجهون إليه بكلوم مخلصة وأنفس منكسرة وعملوا يومكم هذا وما بعده بالذكر والصلاة والتهليل والتكبير فإننا لنذر لعل أعمارنا فإننا تقصو عن قلوب هذا اليوم في عام آخر فإن ننتهي في الفرصة وأن ننتهي في هذا الزمان وأن نغطي اليوم حقه من الذكر والتهليل والتكبير إن شاء الله سوف نكبر بعد الصلاة فالتكبير للمقينين يبدأ بالفجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريف وهو يوم الرابع من أيام البيت إن شاء الله أقول وآله أعصب الله رفيني وآله إن شاء الله 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 it's extraordinary day and God willing harvest this result, harvest these bounties, and these blessings that are showering us today. First, today we treasure the combination of the two days that are the greatest with Allah Subh'anaHu Wa Ta-A'la, the Creator of the heaven and earth. Friday is the best day of the week and the day of Arafat is the best day of the year. Second, Friday has an hour where supplication surely accepted as the rate in the Hadith and the majority of the same point to the last hour after us before sunset. That's every Friday. At the same time, the pilgrim and Arafat are standing to supplicate and ask Allah for his blessings and forgiveness with his promise of positive answering for their demand, for their needs and for their supplication. Third, Friday Muslims gathered to listen to Friday's kubba and performed a congregational prayer at the same time the pilgrims gathered in Arafat. In that day, the Ummah of Muhammad, may God be pleased with him, experienced two bliss moments in time of positive response from Allah to list moments of time. And the Imam always entices us and actually commands us, inshallah, to use the moment of time where blessings are available to us. And these are two moments of time here in Juma'a prayer and on the mountain of Arafat. As well as two sites where we are closer and the king of kings are closer to us and when we talk about the Allah subhanahu wa ta'ala being closer, is the mercy are showing us and actually more blessings and more bounties are available to whoever want to harness it. Muslims are gathering in their mosques and the pilgrims are gathering in Arafat doing the same thing, praying, supplicating, and reviving Allah and that does not happen in any other day like today that we are lucky enough to be alive. Fourth, the day of Friday is the day of weekly celebration of all Muslims and the day of Arafat is the day of celebration of the pilgrim and those who also did not or were not fortunate enough to be in Mecca. Imam bin Dimajah narrated on our 30th Ibn Abbas may God be pleased with both of them that the Prophet Muhammad peace be upon him said about Friday, about the day of Friday which we take for granted that we see every week coming. The Prophet Muhammad peace be upon him say about the day of Friday today is a day of celebration that Allah preserved that Allah preserved for Muslims so whoever come to Juma'a prayer let him bathe let him bathe because he is going to a celebration going to a celebration and worshipping Allah subhanahu wa ta'ala in his house so let him bathe if he has cologne let him use a little of it and do not forget the miswak do not forget to brush your teeth you are coming in the house of Allah subhanahu wa ta'ala this is the word of the Prophet Muhammad peace be upon him about the day of celebration of the pilgrim Abu Dawood narrated on our search of Uqbah and Ibn Amr that the Prophet Muhammad peace be upon him said the day of Arafat the day of sacrifice that's the day of tomorrow and the day of Tashreep the days of Tashreep are days of celebration for Muslims they are days of feasting for the Muslim they are days of celebration for the Muslim celebration with worship celebration with obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and supplication for whatever you need today the Muslim has two celebrations the weekly celebration of Friday and the day of celebration for the Bikrams in Arafat fifth today the witnessing day the witnessing day and the witnessed day today is the witness day and the witnessed day gathered as Allah subhanahu wa ta'ala sitting through the bruj the scholars said the witnessing day Allah swore by it in his book is the day of Friday and the witnessed day is the day of Arafat it was narrated that Rabbi Malik al-Shareep said that the Prophet Muhammad peace be upon him said the promised day is the day of judgment the promised day that it's coming regardless if we are prepared or not is the day of judgment that is the promised day the witnessing day is the day of Friday the witnessed day is the day of Arafat then the Prophet added the day of Friday is the day Allah saved saved for the Muslims and it is a treasure it is a treasure for who is conscious of all these blessings that are materializing for us Muslims every week on the day of Friday sixth today coincides with the day the Prophet Muhammad peace be upon him stood in Arafat in his farewell pilgrims that day Allah subhanahu wa ta'ala the Almighty completed his face for the believer and fulfilled his bounties and that called for a special celebration the day Allah subhanahu wa ta'ala perfected and completed this faith for all of us Muslims to worship him to glorify him to remember him it was narrated it was narrated in Sahih Bukhari when a sort of fire made up and leave with him that he said a Jewish man came to Omar and the Khattab made up and leave with him and said there is a verse that you Muslims recite in your book he shows some envy there is a verse that you Muslims recite in your book and if it was revealed to us the Jews and we know the day and the time that was revealed that verse we would mark that day as a day of celebration Omar Makhattab inquired which verse are you talking about the man recited this day I have perfected your religion for you completed my favor upon you and have chosen for you Islam as your religion Surah Al-Maghida verse 3 Omar responded I know the day and I know the place where this verse revealed to the Prophet Muhammad east of Al-Hem this happened in Arafat on the day of Friday while we were standing with the Prophet Muhammad east of Al-Hem on the mountain of Arafat for all of this reason and other that we didn't mention the standing of Arafat on Friday is a superior and is a superior of Karas compared to any other day my dear brothers and sisters of Islam your day today as you see is a very blessed day full of goodness and bounties from Allah subhanahu wa ta'ala Allah comes closer to the pilgrims as they stand in Arafat and to all Muslims as they gather in the mosque for Jum'ah prayer don't take it lightly that you are blessed to be here because Allah subhanahu wa ta'ala is closer to you and the closer Allah subhanahu wa ta'ala to you the more His mercy and His forgiveness all over us inshallah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala brags about us to His angel as He gets closer and closer to the believer materializing the tower where whoever asked of goodness answered and granted what he need so utilize today utilize the moment for asking for whatever you need and whatever needs you to go away if Muslims were conscious of these blessings if we are aware and consciously aware of all these blessings and feel it in our heart all Muslims will become stronger and stronger more content more happier more hopeful and looking for more generosity and bounties from the Almighty the Giver in creating their worship and their remembrance and their celebration of Allah subhanahu wa ta'ala and His bounties that He bestowed on all of us another blessing of this day my dear brothers and sisters for the one who missed the standing of Arafat this year is the giving and the divine gift from Allah subhanahu wa ta'ala of fasting that day the day of Arafat and we announced it last week and we reminded everybody last week about the bounties and the goodness of whoever able to fast the day of Arafat today Allah subhanahu wa ta'ala told us on the time of His Prophet Muhammad he said that fasting that day the day of Arafat today abolished the sins of two years a year past and a year coming the scholar said the elimination of sins cover both major and minor things and nothing nothing is too far from the mercy and forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala the bounties of Allah are limitless the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala are limitless so we hope and pray that Allah shall give the one who fast that day today the day of Arafat all his sins major and minor Allah also told us on the time of His Prophet Muhammad peace upon him about the high reward the high reward and return for those who glorify thank and praise Allah that day the day the day the pilgrims are standing in Arafat we all need to know that the day of sacrifice the day of Eid which is tomorrow also one of the most blessed days and most rewarded followed by the three days of Tashriq so the next four days of celebration of Eid are days filled with goodness filled with blessings for whoever would like to harvest there are days that Allah accepted the Deed with plenty of reward as it is a chance for all of us to do as many of good deeds and do as many of worship as we can and as much as we can and as much as possible these days celebrated with prayer supplication and remembrance of Allah Imam al-Nasakir narrated and refined by Imam Suyuti on the authority of Mu'az al-Dishabal we got to please with him that the prophet Muhammad he said whoever celebrate with worship whoever celebrate with worship not just food and drinks and having a good time and good and new clothes the prophet said whoever celebrate with worship these four nights heaven insha'Allah will be a reward they are the night of the day of Tarouya the day before the day of Arafat the night of the day of Arafat the night of the day of sacrifice and the night when you break your fast after the end of Ramadan Imam Shafri said that we knew that it reached us a confirmed confirmation that supplication are granted in five nights the night of the day of Friday the night of the day of Friday the night of the day of sacrifice the night the night of breaking you fast after Ramadan and the first night of the month of Rajah and the night of the middle of Shabbat dear brothers and sisters repent to Allah today and the days that follow and direct your heart and soul in prayer to him worship him ask him from his bounties ask him from his treasures that are endless be certain that Allah will not send you back empty handed as long as you direct your face to Allah with genuine heart and humble spirit full and fill your days with prayers and remembrance of Allah and thank him we do not know if we will reach another day like this in another year in our lifetime we are here today let's use today we don't know if we will experience such an occurrence again in our lifetime assalamualaikum inshaAllah we will have to be afraid after prayer inshaAllah also two important announcements first inshaAllah tonight we have an altar in a old facility for all of us or whoever of us who is fasting these days we need to meet we need to be together gathering only for the sake of Allah and for the love of Allah always bring more blessings and showers with more goodness so whoever is able that we have kiftar inshaAllah tonight after in the whole facility also 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 tomorrow inshaAllah they pray to make it easier for everybody and please know this information and tell everybody else we have two prayers tomorrow inshaAllah at 930 and 11 o'clock we made this so nobody would be standing in hallways and everybody would be able to sit comfortably and plan your day so the prayer at 9 o'clock plan to be in the hallway in Civic Plaza by 9 because the minute the hallway is full I'm sorry the ballroom is full the door will be closed and whoever comes late will be inshaAllah held for the following prayer and if you are planning to come for the 11 o'clock prayer try to be in the ballroom by 7 30 inshaAllah and inshaAllah we will have a full khutbah and prayer at both 9 30 and 11 o'clock inshaAllah if you have any questions please let us know and there is flyers about the address to the Glendale Civic Center we all know it may Allah return all these blessings and forgiveness for all of us As-Salaam go to go go to go to the